لكن اللعيبة كان بتلعب وكأن لعبة الأهلي كان بتلعب مطش مبارح وكأن المطش ده هو اللي هيحسن بطولة الدوري على ربعه طبعاً نحن حاسبيه البطولة من زي طبعاً النادي الأهلي ليقى هدف كتيرة يعني غير إنه بطل بس دوري وهو بطل دوري دي الحمد لله إحنا أبطال دوري سنين طويلة ومواصم طويلة واربعه لكن في حاجات مترصخة جواه لعبة النادي الأهلي هو بيلعب أي مباراة لازم يكسب فيها لازم الناس فاهمة دوت واللعيبة متربيعة على كده المركز التاني اللي ما بناخده الناس بتبقى زعلانة لو بنلعب أي مطش حتى لو ودي الناس بتتأثر وتزعل لو النادي الأهلي خسر فلعبة النادي الأهلي فاهمة قصة دي وكل الإدارات اللي بتمرن على النادي الأهلي فاهمة دوت وكمان النادي الأهلي كان ليه أهداف أخرى من المباراة أولا مدير فن جديد لابد أنه يحاول يكسب أكبر عدد من المباراة لأنها تتكتب في سجله لسه بادئ مشواره فيحب أنه يتحط اسمه يعني بالحبر بقى فعايز يكسب كل مباراة ما فيش حاجة عنده قدي دي أنا بتكلم على مستوى المدرب نفسه كمدرب تمام بعد كده في حاجات بقى للعيبة كلعيبة أنه بيرامس بقى منافس مهم في الدوري بيرامس قبل كده كسبنا مرتين أو ثلاثة في السنوات الأخيرة فهي مباراة برضو لها مغزة عند العيبة النادي الأهل أنه ما يخسروش من بيرامس لازم نكسب لازم نكسب دي قلتلك على كل الفرق بس برضو كمان بتبقى مع الفرق اللي مريبة منك وبالنفسك طبيعي طبيعي زي الزمالك زي بيرامس زي الإسماعيلي زي زي الإسماعين تبقى الحافز أو الدوافع أكتر الحاجة التانية أنت داخل على مباراة الوداد مش حلو أنك تدخل على المباراة زي دي وانت خسرها حتى لو هي مش مؤسرة كتأثير في الدوري كدوري بغطل دوري انت بغطل دوري خلاص بقلك كماتش لكن برضو معنويا لما بتبقى أنت كسبان أو متعادل مخسرتش غير لما بتخسر ممكن مش أقول يعني طبعا دي بطولة ودي بطولة ولكن برضو بتسيب جرح شوي انك انت خلاص المعنوياتك لكن لما بتبقى كسبان بتبقى معنواتك في السامة خلينا دي أهداف كتيرة من المباراة خلينا